النهاردة حبيبتي حبا لنا اشارك معاك وصفة جميلة جدا وسهلة وبسيطة لو عندك صابون خفيف وعايزة اللي انت تقليه فتبعيني كده لنهائة الفيديو عشان تشوفي معايا الطريقة ازاي لتقل الصابون الخفيف ده هو بمتكون واحد بس عايخليلك القعوب بتاعه جميل جدا ده كده شكل الصابون اه هو تقبل ما اعمل فيه اي حاجة بس طبعا ايه هو صابون بجودة عالية بس هو القعوب بتاعه خفيف ايه شوية يعني اللي زوجه بتاعت الصابون خفيف ايه شوية فمس انا احمل انا اجرب لكم الرغم بتاعته يعني هو بجودة عالية بس هو القعوب بتاعه هو اللي طلع ايه خفيف فلو حصل معاك نفس الموضوع كده هوت فتقدري اللي انت تصلحيه بطريقة سهلة وبسيطة جدا للناس بقى اللي هم بيحبوا الصابون اللي يتقيه اه زي ما انتم شايفين كده ده كده شكل الصابون بس انا طبعا انا ما عملتش الكمية كلها عملت نص الكمية اللي انتم كنت شايفينها في اول الفيديو وده كده شكل الصابون بعد بعد ما زبطت القعوب بتاعه وشايفين التقل الصابون بيعمل ازاي وكمان على فكرة هو كده اه الصابون بجودة عالية على فكرة اه يعني تقدري يعني اللي انت عيوعد عندك اه كتير عيوعد يعني الكمية دي تقعد معاك كتير مجرد انت تقدي منها نقطة واحدة لان الصابون كمان تقيل لا فانت بتتحكمي في القعوب بتاعه بتقدي نقطة واحدة منه على لفة البوعين فحيوعد معاك فترة طويلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اخوتي وحبايبي في الله معاكم حنان الوراكي تعالوا بينا الاول حبايبي نبدأ الفيديو كده بالصلاة على رسول الله على اي فضل والسلام ونشوف بقى ايه هي الفكرة زي ما وردتكو كده شكل الصابون القعوب بتاعه زي ما انتم شايفين اهوت القعوب بتاعه اللزوجة بتاحته خفيفة شوية اه يعني القعوب بتاعه مش تقيق لا ففيه ناس بتسأل لي اه وبتقول لي حلال ازاي نتقل الصابون لا ولو ما عندناش تايلوز طب نامل ايه اه نخلي ايه فطبعا كنت عاملة معاكم المواضيع ديت قبل كده اه كتير اه بس حبا لانا ايه اه نشوف مع بعض ايه هو اللي بكون الواحد ده هو اللي احنا هنستخدمه الضهار ده وحتقلك الصابون اه يعني بديل التايلوز زه بديل التايلوز هو موجود في كل بيت زي ما انتم شايفين كده ايه حبيبي ده كده لرغوة الصابون صابون بجودة عالية فعلا ده بس هو اللزوجة بتاحته هي اللي خفيفة شوية اه فحنا دوقتي هنزبطه وحنشوف فده كده بقى نشيل الرغوة بقى ديت ايه اه الركانة على جنب كده ونطلقهم اللي الصابون بجودة عالية اه نجيب بقى ندخل بقى ايه كده اه في الوصفة عشان ايه نشوف مع بعض عن زبط الصابون ده هوت ازاي اه وانا حامل نص الكمبيه اللي باعي ديت يعني الكمبيه اللي باعي من الصابون دلوقتي دي كده اه تلاتة يعني تبله تلاتة رتل كده من الصابون ايه اه لا اه انا هاخد رتل واحد دلوقتي احط في الح increment اللي انتو شايفينها وااااا احمل باقاكم لان انا عايزة اخلي باقت الكمية الفاضلة دي لانا عايزة ابان لكم في فيديو تاني اه ازاي بردو اللي احدا اه لتاقل الصابون اه بطريقة تانية غير اللي انا هقدمه لكم في الفيديو النهارت اه يعني تقدري اللي انت تعميني بقى لهم بالطريقة دي او تقدري تعميني بالطريقة اللي انا هنزل Technical اه تقدري تعميني باطل ال banget لاطاله closes Wo ان شاء الله ويمكن عملتها قبل كده على قناتي الملكة المنظفات والتوفير حلالي الوجاني. دلوقتي انا بجيب النشا. النشا هو اللي بيكون بديل بديل الطايلوز فانت بتتحكمي لو عايزة قوام الصابون تقيل خالص فبتزودي النشا. يعني ات بتتحكمي فانا دلوقتي خدت ايه اربع معانئ كبار من النشا. حطيتهم على رتل من تلقيه من الصابون السائل لا اللي هو القوم بتقى كان خفيف بس صابون يكون بجودة عالية لانا طبعا لو هو مش يعني مش بجودة عالية او ما فهوش رغوة او كده فممكن اللي احنا في الحالة دي ممكن اللي احنا نعمل نعمل لكم فيديو تاني ونور لكم برضو الطريقة ازاي الانت تخلي الصابون تقيل وبرغو عالية وبجودة عالية فممكن نعمل لكم فيديو تاني بعد كده. لان الطريقة تختلف عن اللي انا بعملها النهارة. دهوقتي بعد ما دوبت كدهوت الاربع بعارق من الدشا بتدوبيه كويس با ريتل بالصابول والصابول بيكون بارد معاك اهم حاجة. بعد ما بتدوبيه ممكن تصفيه بمصفة دقيقة وبعد كده بترجعي الحلة تاني. هو ده اللي انا عملته على فكرة قلبته في علبة الحلة وبعد كده جبته مصفة حطيتها في علبة وصفته تاني عشان هتأكد اللي ما فيهوش كتل ولا فيه اي حاجة من بوائد دشا. وبعد كده رجعته في الحلة تاني. وبعد كده بافضل بقى ايه اللي انا اقلب فيه كدهوت. لحد قوام ايه? لحد الصابول ما يبدأ اللي هو يسخر معايا والقوام بتاعه يطقر. ففي الحلة ديت بابدأ بقى ايه ويبقى الصابول معاك كده فيه شفافة كده. يبقى شفافة. ففي الحلة ديت اللي انت بقى ايه بتطفل بتجاز. وبترفع الحل على الرخامة وبتسيب الصابول لحد ما يهدى ويبرد ايه معاكي. زي ما انتم شايفين. على فكرة نعملكم قائمة تشغيل فيها كل وصفات الصابول اللي بدشها. هتلاقوا فيها وصفات جميلة جدا. نعم. فيه ناس بتحب بتحب اللي هي تعمل الصابون يكون تقيق. فيه ناس بتحب اللي هي تعمله بالقوام اللي انتم شفتوه معايا في اول الفيديو. في يعني بصي طبعا انا بحب اللي انا الارضي طبعا كل المتابعين اللي عنده في ناس بيعملوا الصابون. ومش بيزبط معاهم. اه بيعملوا بيلاقوا الصابون طلع طلع خفيف معاهم. فده بيرجع يطلع إيه يطلع قوام الصابون. اه بيطلع ايه? يطلع ايه? يطلع ايه? يطلع قوام الصابون ايه خفيف معك. يا يعني في عامة حيات تقني. ادي تولي ازوتي ازوتي م pm wyامة وانت بتعملي السابون الث اه بيطلع ايه? يطلع قوام الصابون ايه خفيف معاك. يا الظ primate وانت تعبيري الصابون لو مثلا حطيتي ملح وكمية الملح زادت معاك فبيخلي القوام الصابون يفصل معاك ويبقى خفيفة برضو في حاجة كبال في لس بتحط خل او عصيل لمؤنة وبيقولوا ايه عشان يعلي يساعد في ازالة الدهول وكبان اللي هو يدي نضافها للموعين اكتر خلي طبعا حمدي ملح اللمون حمدي عصير اللمون حمدي فانت لما بتحطي منه بنسبة كبيرة فبيخلي الصابون معاك كوام بيكون خفيف معاك ففي حالة اللي انت بتحط الحاجات ديت فانت لازم اللي انت تعبلي الصابون لا بالايه يكون عندك ورق البي اتش وتقيسي درجة البي اتش الصابون مظبوط ولا ولا درجة الدرجة بتاحته نزلت ففي الحالة ديت لو نزلت عن سبعة ففي الحالة ديت اللي هو لازم اللي انت تحطي شوية من ايه من الصودة الكوية يعني بتجيبي معلقة من الصودة الكوية وبيتدوبها في شوية مية وبتحطيها فطبعا ايه دي حاجات بتخلي الصابون اللي هو يفصل معاكي والقوام يكون ايه يكون خفيف بصوا بقى القوام بتاعه بقى حلو ازاي طبعا هو لسه لسه من عبو تجائزة حسيبه بقى كده على الرخامة لحد ما يهدى تماما ويبرد تماما نعم وبعد كده حنرجع تاني ونورقكم ايه شكل الصابون بس انا ايه يعني بقولكم بس ايه النتيجة تحته جميلة جدا نعم زي ما انتم شايفين بصوا الصابون اللي هو بقى ايه اللي انا كنت وغدا منه ده كده هو ده اللي انا كنت مستخدمه منه من شوية ريتلي يعني فقوامه خفيف لزوجة بتاعته قليلة جدا نعم هنا هو القوام بتاعه بدأ اللي هو يتزبط جميل جدا يعني هو كده تزبط هنا بعد ما سبته مفيش يعني ربع ساعة زي ما انتم شايفين بصوا بصوا القوام بقى حلو ازاي لفكرة هو كده كمان يعني ربع ساعة كان لسه لا في معايا يعني انا بسبتهوش جامد لحد الخطوة اللي فاتت ديت يعني كنت عملة بعمل بعمل بجهز لكم فالبوضوع دهوت فساعتها دخل جوزي وقال لي عايز اتغدى فاضطرت اوقف تصوير فعدت ربع ساعة كدهات مع البل ما زيادت وكده هوت ورجعت تاني قلت لادا اكمل فكان لسه برضه اداف باعي بس البدأ اللي اسمي بس بتاعه يتقل في الحالة ديت لو انتي عايزة اللي انت تخفي شوية فما تخفوش بمياه يعني عندك انا طبعا ايه؟ انا خدت نص يعني خط كمية يعني خط ريتل اللي انا عملته ففي الحالة دي انا هزود هزود من الصابون لو عندك صابون سائل خفيف فممكن تزودي شوية من الصابون السائل فعشان ايه تخلقهم بتاعه يبقى حلو معيك يعني لا تقيل جامد ولا خفيف جامد كده عملتي كمية الصابون كلها ولقتي اللي انيش هطلع معيك مسال ايه الصابون طلع معيك تقيل جامد وعايزة تخفيه فممكن في الحالة دي ممكن تخفيه بحبة مية زغيري نعم طبعا انا مرضتش عمل الكمية كلها انا عايزة لانا عامل فيديو تاني عشان اورركم الطريقة التانية ازاي اللي احنا نعمل نتاقل الصابون برضو الخفيق فنزبط القهون بتاعه بطريقة تانية للناس اللي هي يعني ايه لو مثلا في ناس عايزة طريقة تانية غير النشا فحقدمها لكم ان شاء الله زي ما انتم شايفين بصوا بشكل الصابون نعم اه يعني هو في خطوة دي اذا قلت لكم هو لسه دافي يعني بس انا طبعا ايه اللون بتاعه مش مش ظاهر جامد يعني في الكاميرا فانا دوقتي هنحطولوش اه سنة لون اصفق را من اللي انا كنت عابلا معاكم قبل كده هو عشان اه شكل الصابون كده تيظهر اكتر برضو في الكاميرا وابقى شكله يبقى باين يعني فعشان تصوير را انما طبعا حتة اللون ديت يعني مش عايزة تميها ملهاش لازمة يعني لو انت مسلا احنا احنا بنا انا بعملها اه وبنحب اللي انا الون يعني عشان يبقى شكل الصابون حلو كده اه للمشاهر اه بيتفرج على الصابون بس انت في البيت فممكن انت تستغني عن خطوة التلوين ده كده لون اصفر كنت عاملا معاكم مع اه بالنشا والكركم فكانت توصفة جميلة جدا وتحفى باطلعيتلي اللون اللاصفر جميل جدا يمكن انا مش بشتري اللون اللاصفر من برا متاع المنظفات بستخدم الوصفة ديت على طول لا اه باحب اللي انا ايه اه يعني بلون بيها الصابون يعني انتوا عتلع زواف اكتر بالفيديو اللي انا استخدمتها في وصفات متنوعة في تلوين الصابون نعم زي ما انتم شايفين حبيبي خدت معلها صغيرة مع سنة مياه صغيرة عشان طبعا ما زودتش في سوائل كتير مياه حاجات يعني عشان ما يرجعش الصابون يخف معي حاجة بس كده يعني دوبك تدويب لي بس اللون اللاصفة هناط بقى ايه شكل الصابون كده ظهر اكتر زي بدتم شايفين اللون بيفرق طبعا اه فدوقتي بقى ايه حنقرب لكم الكاميرا كده عشان تشوفوا بقى ايه شكل الصابون والقعوم بتاعه اه طبعا شكله جميل جدا والقعوم بتاعه تزبط وتقع اه نقدر بقى ايه يعني اقدر اللي انا اقعبي بقى في ازاز بريل الممكن بها دي يعني ممكن تقليل بعاية ازازة ازازة بريل اللي هي الكبيرة وممكن شواء صغرين مثلا اه اسبهم اخصب بيهم بواعيد ولا حاجة وبانا كده ظبط الصابونة هوك اه يعني بمكون واحد اللي هو النشا رهيب بصراحة وده كده بيكون بديل التايلوز اه يعني لو انت مش متوفر عندك تايلوز فبقى اللي انت تستخدمي الايه النشا اللي انت تزبطي اي صابون خفيف عندك هيتزبط على طول في سوالية اه زى ما انتوا شايفين حبيبي القعوم بتاعه كل ما بسيبه اللي هو بيبرد طبعا مقطع ده هو غير المقطع اللي فات اللي قبل ده على طول لا كل ما بسيبه القعوم كمان بيتقل عن كده يعني ممكن كمان لو قوم تقول عن كده كمان فممكن هزوده سنة صابون سائل من القوام اللي هو قوامه خفيفة شكرا حبيبي المشاهدة كان معكم حناني ورائي السلام عليكم